في لقاء تواصلي نظمته محكمة النقض بالضباط التأم مسؤولون قضائيون لتفكير في خلق أليتنا لتعاون المشترك بهدف وضع برامج علمية ومهنية طموحة خدمة للعدل والقيم الكبرى التي تجسدها وشكل هذا اللقاء الذي جمع رئيس المنتدب لسلطة القضائية رئيس نيابة العامة وجمعية هيئة المحامين بالمغرب مناسبة لتسليط الضوء على الدور الهام الذي تطلع به السلطة القضائية في تكريس الثقة وخلق مناخ سليم للممارسة المهنية يحافظ على الحقوق ويضمن الحذيات ويكرس قواعد المحاكمة العادلة وأليات المسؤولية والمحاسبة اللقاء هو بداية للحديث عن بعض المواضيع التي تهم إصلاح مهنة المحامات باعتبارها جزء من منظومة العدلة الاتفاق موجود على أنه لا يمكن إصلاح منظومة العدلة دون إصلاح جميع مكوناتها القضاء المحامات كتابة ضبط المفوضي القضائي الخبراء وغيرهم من مكونات العدلة اللي هي كل واحد يؤدي جزء من عمل العدلة في البلاد وبالتالي لا يجب أن يتخلف أحد هذه العناصر عن المساهمة في مسلسل الإصلاح الذي خطه جرال الملك منذ خطاب 20 أوت 2009 ووضع أسوسه ومتحكزاته الأساسية اللقاء شكل كذلك مناسبة للتأكيد على درورة استثمار الممارسات الفضلة لمهنة المحامات لتبتقي بجودة العمل القضائي يندرج هذا اللقاء في إطار متجسور التواصل وآليات التفكير والتعاون المشترك بين المؤسستين من أجل وضع برامج محددة الأولويات والأهداف قابلة للتطبيق من أجل الرقيب العمل القضائي من خلال الممارسات الفضلة لمهنة المحامات كما يعتبر مناسبة للوقوف على الأوراش الكبرى التي فتحتها محكمة النقد من أجل تعمق الشراكة والتعاون مع جمعية هيئات المحامون إلى ذلك أجمعت مدخلة المشاركين في هذه الندوة أن المحامات تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء وإحدى الدعائم الأساسية لتحقيقها كما ذكر المشاركون بأن هذه المهنة التي كانت محل تكريم وتشريف من قبل جلالة الملك محمد السادس سجلت بالمغرب العديد من المواقف النضالية الجريئة والشجاعة في الدفاع عن القضايا العادلة ترجمة نانسي قنقر